اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات البرفانات النجوم في الفيديوهات دي انا عملت منهم تقريبا 3 او 4 اجزاء قبل كده مش فاكروا 3 او 4 مش فاكروا بس عملت منهم كزا جزء قبل كده و بجيب لك النجمة او المغنية او الممثل وبقول لك ايه البرفان اللي هو بيستخدمه بناء على المجلات او المقابلات الصحفية اللي هو عملها قبل كده وذكر فيها البرفانات هو شيء يعتبر تافه ولكن فيه ناس بتحب تتبع اخبار النجوم المخضلة لها يعني فاحيانا من الفترة الثانية بعمل فيديوهات دي اللي اولا قبل ان نبتدي في الفيديو ده يا ريت لو مش عامل تديني واحدة سبسكرايب واكتب لي في الكومنتات تحت لو عندك ايه برافانات عايزني اتكلم عنها واعمل لها ريفيو او فيه برافانين معينين عايزني اقارنهم من بعض برضو وتشوف مين اللي فيهم الانسة او انصحك انك تجيب مين فيهم ودلوقتي برضو الخنفار يبقى على الانستجرام ممكن اسيب لك لينك في اول كومنت تحت تعملي فولو لو عايز ونبتدي الفيديو اول واحد معنا اول نجم معنا هو مغني كريس مارتن كريس مارتن طبعا يعني معروف من كولد بلاي الباند الشهير يمكن الاشهر في العالم اغنيهم كتير جدا بقالهم سنين و سنين بيغنوا ابتدوا من تحت الصفر تقريبا وهم عيال صغيرين وكبروا مع بعضه وبصراحة يعني صوت الرجل ده جميل جدا واغنيهم لها مغزة وناس حبوبين يعني لو حد راح لهم حفلة ولا حاجة بتلاقي الناس دي متوضعة وكريس مارتن بالذات يعني من المغنيين الممتازين اللي انا بحبهم وبحب صوتهم ولما بتشوفه في اي انترفيو ولا حاجة بتحس ان الراجل بيتكلم بالزوق ومحترم ودايما بيحترم اللي قدامه وعمره يعني ما اصار جدل ولا حاجة وبتحس انه دايما ايه يعني بيقدي حتى الغنى بتاعه بيقدم لك وجهة نظر معينة او بيدي اغاني لها مغزة في بعض الاحيان فبشكل عام وصوته جميل من اشهر اغانيه طبعا لما قدم في الفين واربعتاشر وحق نجاح جامد اوي ومؤخرا نقدم تقريبا البوم صوره في الاردن او في الاردن اعتقد اه فكان حتى الفيديو كليب بتاعه في الاردن اوه يعني مغني كويس اوي بصوته حلو نخلينا في البرفان اللي هو بيستخدمه البرفان اللي هو بيستخدمه بيستخدم ده بتاعه او ده اللي هو بيحب يستخدمه ليه انا معرفش ولكن هو بيحب البرفان ده كان قاله قبل كده في انترفيوه مع جرام نورتون شو اه قال ان هو بيحب البرفان ده لانه هو بيحب الرواح المنعشة وبما انه هو بيتنطط كتير على الستيج وعنده حفلات كتير وبيلفلف كتير فهو بيحب ان هو يحط برفان منعش ويديله دفع التفاؤل يعني فدايما انا كنت بقول البرفان ده بيديلك بالفعل دفع التفاؤل وبيديلك بيخلي مودك احسن لان البرفان ده فيه ريحة نعناع والنعناع من الرواح الطبيعية اللي بتخليك في مود افضل وبتحسسك بالانتعاش والحيوية البرفان ده يمكن المأخذ اللي عليه انه هو سعره غالي شوية واداءه ماهوش الاقوى ولكن بشكل عام الاداء مش هقول انه هو راح في دهية الاداء كويس مقبول عند معظم الناس بيقعادك مثلا تمن ساعات ولا حاجة من السبات ممكن اقول من ست لسبع ساعات برضو عشان ما بقاش ببالغ فالبرفان سباته كويس وفوحانه برضو في اول ساعتين بيبقى حالو البرفان غالي شوية انت بتلاقي نفسك دفع فوق تسعين دولار للميت ميلي ولكنه يستهل كل مالين فيه لان جودة البرفان ده جودة عالية قوي وتحس فعلا ان انت جاي بحاجة قيمة وزعتها معنا فالربفان ذا من البرفانت اللي انا بنصح بها وعمين اكريس مارتن بيستخدمه فلم حب كريس مارتن يعني ممكن تشجعه ويجبه البرفان الراجل التاني من المشهير اللي معانا بعد كده هو جيمز ماي كابتن سلو الناس اللي بتحب طوب جير و جراند تور طبعا يخبر البشر وبشوية ان تشت000 queda راجل ده هو ميستر سلولي كابتن سلو رجل ده طبعا في التر IO تم تعالى ليجرمي كلارسون وريشيرد هامند الراجل ده مسمينه كابتن سلو مستر العم البطيق لان الراجل ده دايما بيسوق بالراحة كده وليه يعني دايما بيتوه بتلاقي ان هو سايق في حتة وحاود تخذ مدخل غلط وبتلاقيه طول الحلقة ان هو تايح عن التلات الاتنين التانيين وساب الفريق التصوير وكل حاجة وسرح في حتة تانية يعني الراجل بصراحة راجل حبوب برضو وليه كده شوية تانية راح اليابان جيمز بين جابان تقريبا وعمل شوية تانية عن ازاي الحاجات بتشتغل وكده هو ليه ستايل غريب شوية في حياته بشكل عام ولكنه يعني راجل كويس ورجل ناجح وحط شغله وفورت كبير قوي في شغله اللي بقى له حاجة وعشرين سنة شغال في توب جير وشغال في العربيات فالراجل ده بصراحة من من احسن الشخصيات اللي قدمت توب جير برضو بجانب جيرمي كلارسون وريتشرد هامند فالراجل ده مقابلة مؤخرا يعني كان سألوه انت بتحط برفين ايه وهو كان لابس جاكت جيلد قال لهم انا بحط اكوا دي بارما لازر. انا استغربت شوية ولكن هو بصراحة هو مناسب جدا وده يدل من الراجل عنده سنس شوية ازاي بيلبس وازاي بحط برفينات. اكوا دي بارما لازر ممكن من احسن برفينات اللي ممكن تحطها لو انت لابس جاكت جلد طبعا فيه حاجات تانية احسن بالنسبة لي ولكن هو من البرفنات الكويسة جدا ان انت نحطها لو انت لابس جاكت جلد خصوصا ان هو من شركة بتصنع الاكسسوريز والاكسسورات بتاعة الجلد والحاجات المستلزمات الجلدية فالبارفان بصراحة بارفان جميل وعمنا جيمز ماي بيستخدمه المشهور رقم تلاتة معانا هو مغني طبعا يعني جيل التمانيات والتسعينيات عارفين الراجل ده اغنية يعني ممكن اوض فارخة شوية ودائما بيشتم فيها وتلاقي الاغنية نصها وعملها تيت 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 ايا كان يعني فيه ليه محبينه وليه جماهيره طبعا ولكن الراجل ده بيستخدم بارفان من توم فورد بيستخدم توم فورد نوار اكستريم نوار اكستريم من البرفانات اللي انا اتكلمت عنها قبل كده ويمكن حبت عملتله قبل ما تشتري اعفقد مش فاكر بالزبط بس اتكلمت عنه وقلتلك انه ريحته عاملة زي الكفلي الكفلي اللي هو يعني دزيرت هندي او يعني ايس كريم هندي بتحس ان البرفان ريحته غريبة شوية وريحته غير مقلوفة وغير مقررة كتير فالبرفان جميل وليه مختلف ومعمول بجودة توم فورد فجودة عالية جدا اللي هيعل عليها بتلاقي نفسك دفع فلوسك في حاجة تستاهل هل انت هتحب البرفان ده ولا لا انا ما قدرش اقول انا شخصيا احيانا بحبه احيانا ما بحسش ان هو المود مش جايبني ان انا هحط البرفان ده ولكن بشكل عام يعني البرفان فيه تضرب شوية هل انت تحب ولا لا دي حاجة ترجعلك انت شخصيا ولكن ممكن اقول البرفان ده ادم شوية يعني انا ممكن اقول ان هو ادم شوية في ناس بتحس ان هو لسه مودرن وجميل وحبوب وكل حاجة فهي ازواق في الاول وفي الاخر عمنا بيحب هو البرفان اكسنتريك او يعني غير مقلوف وهو غير مقلوف فهو يعني ايه مجمع الموافق هو راجل غير شخصي غير مقلوف او بتحط برفان غير مقلوف فالموضوع يعني بشكل عام ماشي يركب على بعضه يعني ولكن انت كمستهلك عادي هل هتحب البرفان ده ولا لا دي حاجة انت اللي تنزل شخصيا كده وتجرب البرفان وخصوصا ان انت هتبقى دافع في مبلغ وقدره لانه من تون فورد فتون فورد بيبلغوا شوية في اسعار البرفانات اللي بيقدموها وده مش اي اختلاف هتلاقي المئة ميلي منه تقريبا بمئتين وشوية دولار فسعره مش رخيص الشخصية المشهورة اللي بعد كده معانا هو مصارع جون سينا جون سينا طبعا مصارع معروف جدا ناس كلها عارفة ويعني ليه صوالات وجوالات في الدابليو دابليو ايه فيعني ايه البرفان اللي عمنا جون سينا ده بيحطه كان قاله قبل كده في انترفيو لما خد الحزام تقريبا مش عارف كان رايح هناك ببدلة فبيقولون تاريحتك ويه اذا حطت ايه قال لهم انا حطت كريد افنتس فدي كانت لقط يعني الواحد لقط منها ايه اللي هو بيحطه ايه اللي هو بيستخدمه واللي بعد كده فيه شوية صحف اتكلمت عن الموضوع ده يعني صحف مهتم بالعطور وكده فقالوا ان جون سينا بيستخدم كريد افنتس طبعا كريد افنتس غني عن التعريف زي ما جون سينا غني عن التعريف البرفان غالي البرفان تقريبا الميت ميلي منه بربعمائة دولار رحته جميلة جدا من ساعة ما نزل البرفان ده هو عامل ضجة جمد قوي ويقدم ستايل جديد تماما للبرفانات وبصراحة انا يعني بحترمه البرفان ده جدا ولكن للأسف للأسف الباتشات الجديدة منه ما بقيتش كويسة زي الباتشات القديمة خصوصا في حتة الاداء اداء البرفان في الباتشات القديمة كان اقدر اقول ان هو كويس معقول ولكن في الباتشات الجديدة الاداء راح في دهية خالص ما بقاش في اداء اطلاقا ويبقى لسه السعر غالي زي ما هو فهل انت تتشجع انك تجيب البرفان ده ولا لا ادي حاجة ترجع لك وترجع لقدرتك المادية ولكن بشكل عام انا نصحت لي جرب البرفان ده ولو تقدر تجيب باتش من الباتشات القديمة هاتها لان انت كده هتجيب لنفسك دهب يعني انت كده هيبقى معاك يعني قاسة ممكن تستثمره في حياتك انما لو هتجيب باتش من الباتشات الجديدة صدقني يعني يمكن رأي شخصي انه مالوش لازم يعني خلاص ممكن تجيب حاجة بديلة لي وخلاص لكن لو باتشات قديمة قبل 2016 بالذات هتجيب لنفسك حاجة قيمة جدا وهتستهل فعلا الفلوس اللي هتدفعها فيه نيجي الاخر ممثل معانا في الفيديو ده هو بن افلك بن افلك طبعا ده من الناس اللي لعبت او يعني مشهور جدا للعب دور باتمان في فيلم دارك نايت تقريبا والله مش واكر والله بس هو لعب باتمان فالممثل يعني اتشاهر اوي الناس عرفته اوي بسبب الدور ده طبعا ليه افلام تانية كتير وموسل ناجح وكل حاجة وبرضو ليه مواقف مواقف كويسة اوي في السينما وفي في التوك شوز وكده يعني الرجل بتحس ان هو حقاني في حاجة كتير وبيتكلم عن قضايا كتير حتى حساسة الناس كتير ما بتتكلمش عنها فالرجل ده لما سألوه انت بتستخدم ايه قال لهم انا دايما بحب استخدم توم فورد توباكوفني لان هو من محب رواح التدخين ومحب رواح التوباكو فهو كانت المقابلة دي في الشتاء قال لهم انا بحط توباكوفني هل بحط ايه في الصيف انا بصراحة ما عرفتش اوصل للمعلومة دي ولكن يعني اللي عرف توصله ان هو الراجل ده بيحط طوم فورد طباك وفني وبيحب البرفان ده ومستخدمه كسيجنيتشر سنت بالنسباله او يعني كبرفان مميز بالنسباله البرفان ده برضو من البرفانات اللي انا بنصح الناس ان هي تجيبها ولو ما عندكش الخضر المادية انك تجيبه وعايز تعرف الستايل بنصح ان الناس ان هي تجيب زارة وورم بلاك هيدي لك نفس الاداء ونفس يعني مش نفس الاداء او هيديك نفس الستايل ولكن طبعا بجودة مختلفة تماما لان جودة طوم فورد اللي يعلق عليها في حين النظارة مثلا جودتها يعني على قد حالها فده كان يعني ده ايه ده الخلاصة بتاعة طوم فورد طباك وفني البرفان جميل وكل حاجة ولكن جربوا الاول لان برضو ممكن ريحته تكون مزعجة لبعض الناس ده كان الفيديو بتاع المشاهير اللي معانا النهاردة ياريت تكتبولي تحت في الكومنتات ايه رأيوهم في الفيديوهات دي وهل استمر ان انا اعمل فيديوهات المشاهير دي ولا لا وقلولي ايه رأيوكم فيها ونتناقش في الموضوع دي في الكومنتات